إسرائيلي لا متنفعش إصلاح من غير مين يعمل وحدة الوطن ويعمل إصلاح ده بشار الأسد بعد كل هذه القتلة كل القوة الوطنية لا أنا خلينا نتكلم نتكلم عن نظام النظام بشار الأسد هل هو القادر على وحدة هذا الوطن والقيام بهذه الإصلاحات ولم الجميع تحت عبات الوطنية للوحدة ولا هو القادر أكثر على أن يشوف صيغة جديدة يخرج هو منها من هذه اللعبة للحفاظ على وحدة سوريا أولا إخوتنا في سوريا سواء معارضة سواء غير معارضة بالمثل في قوة أخرى مش معارضة يعني قوة شعبية أخرى محسومة على نظام بشكل أو بآخر على غير ما تسوقه الجزيرة لكن القوة المعارضة السورية هي القادرة على اجتراح الوسائل أو اكتشاف الوسائل التي تقربها من الديمقراطية التي يحلم بها المواطن السوري هذه مسؤولية السوريين نحن لا نضع للسوريين أجندتها أنا بحلل فقط أني ليس كل ما يلمع ذهبا ليس كل ما يلمع أمامي ثورات علي أن أنتبه جيدا أن هناك مشاريع في المنطقة تسرع هناك تفكيك للمنطقة يتم هناك محاولة لتسييد نموذج العراق في المنطقة هناك فك لرابطة المقاومة في المنطقة علي أن أحذر منها في الوقت نفسه علي أن أقاوم الاستبداد وبالمناسبة فيش تناقض بالعكس أنا شايف أن مقاومة المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة هو قرين وشريطة أساسية مرتبطة بمقاومة الاستبداد ومقاومة الفساد للي عايز يعمل مشروع حقيقي لا يوجد دوائر منفصلة عن بعضها البعض بهذا السياق يصبح مقاومة المشروع الأمريكي في السعودية وفي قطر وفي البحرين وفي الكويت وفي غيرها جزء رئيسي لا يتجزأ أيضا من إعطاء الحريات لأبناء هذه الشعوب خلينا بقى خلي بالكم الخروج لسوريا وكذا ده جزء من شأن الصميم المصري الحقيقي يعني إحنا بجد هما كان نظام اللي فات اللي بيحاول يقول لنا أن إحنا منفصلين ولكن كل ما يجري هناك هنا وهناك بيصب ضدنا مباشرة أو معنا عشان كده كده ما خرجناش من السياق المصر كل واضح أردغان يطالب الثوار بوقف التظاهر لتحقيق التنمية الاقتصادية مع أم ضد مع مين أنا مع أردغان ولا ضد أصلا أنا شايف أن تركيا جماعة في أساطير تم ترويجها أمام زي أساطير اللي بترويجها قناة الجزيرة والقنوات دي اللي محتاجة فارز واللونة الشبل بالمناسبة كشفتها وغسام بن جده كشفها واللينة زهر الدين كشفتها وعشرات الذين استقالوا وسامي كليب كشفها أكاذيب فيه شامة أساطير مش عايز أقول على أردغان أكاذيب عشان دي دولة مختاربة برضو في الآخر لكن تركيا تعمل لمصلحتها تركيا دولة إقليمية عزمة تعمل لديها أجندة ولديها مصلحة تركيا مش حتشيل القضايا العربية ولا حتدافع عنك تركيا غدا ستصدر أسلحة إلى إسرائيل وستستولد أسلحة من إسرائيل تركيا ستصبح عضوا في حلف الناتو بها أهم قاعدة عسكرية لحلف الناتو إذا قرر أن يغز سوريا غدا سيكون عبر تركيا تركيا لها دور إقليمي يتفق ومصالحها هي ومصالح تركيا هي إذا المصالح دي في لحظة من اللحظات تقطعت معاك فأهلا وسهلا لكنها لن تتقطع معك على طول الخط عشان الناس ما تتصدمش لن تتقطع معك على طول الخط ولن تتوافق معك على طول الخط بعض اللحظات ستتوافق معك بعض الملفات الاقتصادية ستتوافق معك لكن في المدى الاستراتيجي لتركيا مشروعها ولكن أنت كعربي في المنطقة وكمصر على وجه الخصوص مشروعك المستقل اللي بالضرورة مش لازم يصطدم مع تركيا ولا يتوافق معك لكن مشروعك المستقل من هذه الزاوية أردوجان عندما ينصح فهو ينصح من منظور تركيا التي تبحث عن دور تركيا التي تبحث عن دور تريد لمصر أن تكون مصر أمريكية كما كانت لكن بلحية حصني مبارك لكن بلحية هذا هو ما تريده تركيا لكي تستطيع أن تسيد مشروعها في المنطقة وأن تكون إشارات التقاط الإشارات مشتركة يعني يبقى في مشروع شبيه في سوريا بهذا الأمر أمريكي بس بلحية عفوا بس المقاطعة عند اللحية هنا لأنه النهاردة تصراحاته الإخوان استقبلوا مبارك والنهاردة تصراحاته كان ضد الدولة الدينية وقال أن مصر ينسبها دولة مدنية تقف على نقطة واحدة من جميع الأديان تحترم جميع الأديان وده يتنفى مع الدولة الدينية لا ما هو النموذج الإسلامي الذي يقدمه أردوغان هو الإسلام البراجماتي يعني الإسلام اللي بالنسبة له أني إذا تعارضت مصالحي مع قيم عظمة للإسلام في دعم ثورات تحرر في دعم حريات حقيقية للشعوب في مقاومة مشروع أمريكي هو أغلب المصلحة البراجماتية على هذه القيم العلي هذا هو الإسلام البراجماتي الذي يقدمه أردوغان وهذه أسطورة قدمت رواجتها وسائل الإعلام ثم فجأة تصطدم به زي ما أنا بقول بالضبط يعني النهاردة يقول شيء وغدا فترحب به تماما ونجيش الوفود إلى المطار لكي نستقبله ثم غدا يلقي بتصريح لا يأتي على هواية فأزعل وأغضب منه هو الرجل لم يناقب نفسه هو مشروع برجماتي بحت هو يتحدث عن مصالح عليا لتركيا في المنطقة من منظور إسلام بكرافتة كده إسلام حلو شيء كده بكرافتة لكن هو يريد تركيا وفقط إذا تم التعامل مع بعض الجماعات والطيارات فمن منظور تركي وليس من منظور نصرة الإسلام ولا نصرة قضايا المسلمين هو يتحدث عن مصلحة تركيا العزمة على الجماعات بتاعتنا بقى المشكلة مش عنده وهو الرجل يتصق ويتطفق مع الجمهور اللي ينتخبه هم شايفين كده المشكلة لديك أنت كما بدأت حديثي إذا امتلكت مشروعا مستقلا وقرار مستقل وثورة مستقلة ولديها فقه أولويات حقيقي للحرية والعدالة والمساة ومقاومة المشروع الأمريكي والصهيوني عند إذن سيجبر أردوجان أو غيره على أن يقترب منك أما أن نستعين بأردوجان لكي يحارب لنا في غزة أو نفرح كثيرا لأنه ألقى تصريحا ضد شمون بريز في أحد المؤتمرات الاقتصادية فهذا نوع من الطفولة في التفكير السياسي أستاذ والدكتور رفعت سيد أحمد المدير العام ومؤسس مركز زيافة للدراسات والأبحاث والمفكر والكاتب المعروف جات رسال كتيرة تتناقض مع كلام حضرتك أحمد يهاب راشا وخصوصا بالنظام السوري ولكن دائما اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية وحرصنا على وضع جميع الأفكار والتائرات الفكرية المختلفة أمام المشاهد المصري ولعله في النهاية وهو أذكى من الجميع يستطيع الوصول للنتيجة والحقيقة في مضمونها الصحيحة أشكرك منورت محطة مصر أشكرك أستاذ ماتس شكرا بعد الفاصل آخر حديث للكاتب الكبير رحمه الله خيري شلبي الذي كان في أيامه الأخيرة غير متفائل بالأيام المقبلة يا رب يطمن قلبه وهو في دنيا الحق ونحن في دنيا الباطل بعد الفاصل في محطة مصر شكرا شكرا